كمان شفنا بارح مؤتمر عالمي مؤتمر عالمي في مقر الاهلي بالجزيرة بقيادة الكابتن محمود الخطيب بارح كان كشف حساب عن اربع سنوات لهذا المجلس اربع سنوات منذ تولي الكابتن محمود الخطيب ومجلسه من 2017 لهذه اللحظة اربع سنوات عايز اخد من اخر كلمة قالها الكابتن محمود الخطيب قبل ما يقول الف شكر للجميع لجماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعية العمومية وكل من شارك في النادي الاهلي قال كان اربع سنين صعاب جدا اربع سنين كان فيهم تحديات كبيرة اربع سنين ظهر معدن ادارة النادي الاهلي وفكر ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عايز اتكلم عن فترة مهمة جدا الكابتن محمود الخطيب ما تكلمش فيها مبارح وما لقاش عليها الضوء بشكل كبير فترة الكورونا الفترة اللي كانت مر بها العالم ما يقرب من سنة ونص او سنتين توقف فيها العالم كانت ظروف صعبة فيها تحديات كبيرة لكن النادي الاهلي كان على قدر التحدي في هذه الفترة فترة الكورونا النادي الاهلي كان بيدفع مرتبات كل العاملين وكل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وإحنا هنا بنتكلم عن برنامج الاشبال المدربين واللاعبين وكل العاملين في النادي الاهلي الأجور كمان ما كانش فيها تخفيط زي ما كنا بنشوف في مؤسسات ما ممكن توصل لخمسين في المية بخفض خمسين في المية وسبعين في المية لا النادي الاهلي بكل العاملين فيه وكما بياخدوا الرواتب كاملة هو ده التحدي بالعكس في الفترة الصعبة دي كابتن محمود الخطيب وإدارته بدأوا يشوفوا مداخيل جديدة علشان يعظموا فرادات النادي الاهلي علشان ازاي يمروا أو تعد الفترة دي دي كانت فترة مهمة كابتن محمود الخطيب ما تكلمش عنها دي كانت فترة صعبة وقدر يظهر فيها معدن مجلس إدارة النادي الاهلي الحاجة التانية برضو اللي عايز أعلق عليها وأتكلم عليها أجيال بتسلم بعض النادي الاهلي على مدار تاريخه منذ الف تسعمائة وسبعة النهاردة وإحنا بنتكلم في الكورة بتيجي أجيال بتسلم بعض أجيال بتسلم بعض وبعد كده بنحصد بطولات مش في كورة الخدم بس لا ده في كل الألعاب كمان في النشاط الرياضي في العب الصلاة كمان في العمل داخل النادي الاهلي كمان في المديرين اللي بيعملوا داخل النادي الاهلي وأيضاً كمان في مجالس إدارة النادي الاهلي مجلس دارة النادي الاهلي شفنا مجالس سابقة كانت بتيجي وتشتغل وبتنجز وبيجي بعدها مجلس بيكمل اللي عملوا المجلس السابق المجلس ده أكيد هيجي مجلس بعديه وهيستمر إن شاء الله ونشوف إنجازات كبيرة فترة القادمة زي ما احنا بنقول اللي بيحب النادي الاهلي مش محتاج كرسي عشان يقعد عليه اللي بيحب النادي الاهلي بيخدم النادي الاهلي حتى لو من برة وشفنا امثلة كثيرة